الكليات التقنية تشكل مخرجاتها رافداً هاماً لسوق العمل بفضل التأهيل والتدريب في مختلف التخصصات الفنية على وجه الخصوص ولأهمية تعزيز الشراكة بين الكليات التقنية ومؤسسات القطاع الخاص جاء هذا المرتقى الذي أرادت من خلاله وزارة القوى العاملة التأكيد على ضرورة تطوير مهارات العمل وأخلاقياته عقد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ومن خلال استدعاء هذا الكوكب من الرؤساء التنفيذيين وكذلك مواقع عديدة في الشراكات القطاع الخاص أنهم يلتقوا بالطلبة ويقدموا الخبرات التي لديهم أمام الخريجين وأمام الطلبة الذين هم في النهاية سيكونون رافض لهذا السوق لهذه الورشة وكانت من ضمن الورش طبعاً لاعتمدها مجلس الأمنا هي ورشة تهدف إلى تطوير إطار لمهارات العمل وأخلاقياته كذلك تم التركيز فيها على أهم المهارات والأخلاقيات الأساسية للعمل من وجهة نظر مؤسسات القطاع الخاص الملتقى صلت الضوء على أبرز تحديات مواءمة مخرجات الكليات التقنية في مؤسسات القطاع الخاص والحلول اللازمة المقترحة لتجاوزها لاستعاب هذه المخرجات كعمالة وطنية قادرة على الأطاء حوار اليوم كان جداً مثمر كان في مجموعة من الرؤساء التنفيذيين ومن العمداء الكليات وحقيقة كان في تفاعل جيد فيما يتعلق بما هي الخصائص التي يفترض أن يتمتع فيها الشخص الباحث عن وظيفة أو الباحث عن مستقبل وظيفي آمن أيضاً كان في بعض النقاط التي ترحت فيما يتعلق بالإخلاص للوظيفة والاهتمام بالعمل بغض النظر عن ثرات الخارجية والإخلاص للجهة التي تعمل بها توجه وزارة القوى العاملة نحو تفعيل الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص سيدفع الشباب الباحث عن عمل في الاستفادة من الأمكانات التي تسخرها المؤسسات الأكاديمية لتهيئته لسوق العمل تعليماً وتأهيلاً وتدريباً الأمر الذي سيسهل على جميع الأطراف المعنية استيعاب مخرجات هذه الكليات بما يلبي النهوض بمؤسسات القطاع الخاص في تعزيز الناتج المحلي من الأهمية بمكان تعزيز الشراكة بين مختلف مؤسسات القطاع الخاص والكليات التقنية لاستفادة هذه المؤسسات من المخرجات المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات العلمية والفنية عبدالله بن عامر الويهي ولاية المصنعة محافظة جنوب الباطنة ترجمة نانسي قنقر